اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عن لغات المحبة والمتعرف عليه في الكتب اللي بتدرس العلوم الاجتماعية وعلوم الانسان تقول ان توجب للمحبة خمس لغات وده طبعا تصنيف عددي من اجل تسهيل الموضوع وفهمه لكن المحبة اطارها واسع جدا وتكلمت وياكم عن اللغة الاولانية اللي هي لغة تقديم الهدايا في اسبوع التجربة على الجبل واللغة التانية اللي هي لغة اللمسات الرقيقة في اسبوع الابن الضال في اسبوع الماضي تكلمت وياكم عن لغة الحوار في اسبوع المرأة السامرية النهاردة بنعمة المسيح هتكلم وياكم عن لغة تقديم الخدمة تخدم واحد تعبر عن محبتك من خلال الخدمة طبعا الخدمة مش بمفهومها خدمة مدرس احد او خدمة اجتماع شباب لكن الخدمة في المفهوم الواسع بتاح عشان كده هقروا اياكم واحنا في اسبوع الوحيد او المخلع الانسان المفلوك اللي تم شفاءه من السيد المسيح لما دخل الى بركة حسدة هقروا اياكم انجيل اوداسيوم الخميس الخميس اللي هو قبل الاحد قبل الاحد بتاع احد المولود احد المخلع في انجيل لوأ اسحح 13 في عدد 10 بيتكلم عن شفاء المرأة المنحنية اللي كانت مريضة بقالها 18 سنة منحنية كان يعلم في احد المجامع في السبت واذ امرأة كان بها روح ضعف 18 سنة وكانت منحنية ولم تقدر ان تنتصب البتة تصور وحدة منحنية مش قادرة ترفع راسها خالص والبص للارض على طول والروح الضعف دي يعني الروح شيطاني فلما رآها يسوع دعاها وقال لها يا امرأة انك محلولة من ضعفك ووضع عليها يدي ففي الحال استقامت ومجدت الله فاجاب رئيس المجمع وهو مختص لان يسوع ابرأ في السبت وقال للجمع هي ستة ايام بيكلم الناس هي ستة ايام ينبغي فيها العمل ففي هذه ائتوا واستشفوا وليس في يوم السبت فاجابه الرب وقال له يا مرأي ألا يحل كل واحد منكم في السبت صوره أو حماره من المزود ويمضي به ويسقيه وهذه هي ابنة ابراهيم قد ربطها الشيطان سمانية عشر سنة أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت وإذ قال هذا أخجل جميع الذين كانوا يعاندونه وفرح كل الجمع بجميع العمال المجيدة الكائنة منه والمجد الإلهنا دائما أبديا أمين شفاء المخلع وشفاء المرأة المنحنية المريض المخلع بالنوع المخلع أو المفلوج أو المشلول أو الوحيد الذي لم يكن له أحد 38 سنة على البركة وموجود على البركة بنقول عليها بركة لكن هي دار استشفاء واسمها بالعبرانية بيت حزدة معناها بيت الرحمة ما كانش فيها رحمة وكان لها خمسة أروقة تشبه بالضبط أصابع اليد كده دي الأروقة اللي هي الأرصفة اللي ينام عليها المرضى في انتظار أن ملاك ييجي ويحرك المية فتنال قوة شفاء 38 سنة المرأة المنحنية في المقابل هي كان عندها مرض روح شيطان ممكن أو مرض التهاب المفاصل بلغتنا يعني الحديثة وفيه في الفقرات فقرات العمود الظهري الظهري بدل ما تبقى منتصبة كده فمنحنية كده وتصوره إنسان عايش كده 18 سنة منحنية تقدرش تفرد طولها مقدار الألم رايحة وجاية فص الناس والناس يقولوا عليها دي ربطها الشيطان شيء مؤلم تعالى نتكلم على مقابلة ما بين المعجستين شفاء الوحيد أو المخلع وشفاء المرأة المنحنية طبعا المريض المخلع ده من مخلع يعني أعضاء كلها يعني توقفت عن العمل ده بنفهم من سياق المعجزة إن فيه ربط بحسب فكر اليهود ما بين الخطيئة وما بين المرض ده خطيئته قليلة يبقى مرضه قليل ده خطيئته كبيرة يبقى مرضه كبير ده راجل مشلول يبقى خطيئته كبيرة جدا و لما قبلوا المسيح بعد شفاء وقالوا ها أنت قد برئت فلا تخطئ لألا يكون لك أشر فابتد ينبهه السيد المسيح الاتنين تمت المعجزة وشفاءها وشفاءهم يوم سبت ويوم السبت تبقى مشكلة عند اليهود زي ما هحكي عليها دلوقتي يبقى حطوا قدامك إنهم مريدان مشلولان المرأة دي كانها مشلولة لا يستطيع الحركة مسجونين ومقيدين تحت وطئة الخطيئة أو وطئة الشيطان المسيح راح للبحيرة اللي هي بركة بيت حزدة وراح في وسط المجمع من غير محد يدعيه يعني محدش بركة حزدة قاله تعالى زور المرضى دول ولا حد في الماء في الجمع أو المجامع يوم السبت هو ظهر في وسطهم وابتدى يروح سواء للمخلع أو المرأة المنحنية دون أن يدعوه أحد بس المسيح أصد يروح يوم السبت وهو هناك يقدم لهم الخدمة دون أن يطلبه وهنا تبتدي معالم فكرة لغة الحب لغة الحب في المجال ده اللي هو أنك تقدم الخدمة دون أن يطلبها الآخر بتقدمها إزاي؟ بإحساسك بشعورك ودي نقطة مهمة جداً في فهم لغة الحب في موضوع تقديم الخدمة عايزك تاخد بالك أن سواء في البركة بركة بيت حزدة أو في المجمع كان فيه يوجد معاندين مش عجبهم الحال زي كل زمان ورغم أن هم لم يطلب الخدمة والمسيح اللي رح لهم مخصوص إلا أن المعاندين يعني بنقول في بلغتنا كده أنها جات بالصدفة المسيح دخل بركة حزدة لقى الرجل العيان مريض المسيح في المجمع لقى فوس الجمع المرأة المنحنية لكن المسيح قصد أنه يكون يوم سبت يوم السبت تتعطل فيه الحياة كاملة في فكر اليهود والمسيح اختار يوم سبت عشان يعمل فيها المعجزة دي أو المعجزة دي من أجل غرضيه الغرض الأول هو الشفاء شفاء المريض وشفاء المرأة المنحنة لكن الغرض التاني أنه يبتدي يعلم الجموع يعني إيه هي يوم السبت اللي هو في فكر يهود يمتنع عن أي عمل بما فيه عمل الخير خد بالك عمل الرحمة وتقديم الخدمة يمكن أن يكون في أي وقت والوصية لما بتقول أذكر يوم السبت اللي تقدسه يمكنك أن تقدسه بأعمال الرحمة يعني مش هو ما عملش حاجة خالص لا ده أنت تقدس يوم السبت أو يوم الرب بأعمال الرحمة ومعناه ومعناه أنك تمتنع عن أعمال العالم والكسب في العالم بحيث أن اليوم ده تخصص الوقت كله والأسبوع الجاي إذا أراد ربنا وعيشنا هنتكلم على لغة الحب في الوقت تقديم الوقت فأذكر يوم السبت فأذكر يوم السبت اللي تقدسه أذكر يوم السبت اللي تقدم فيه أعمال الخير وأعمال الرحمة تمتنع عن الأعمال العالمية والاهتمام بالنفس وتقدم وقتك ده كنوع من المحبة أو نوع من الخدم المشكلة هنا كانت عندي اليهود هو النهين مهم السبت ولا الإنسان طب درج العياه طب النهار ده السبت نشفيه ولا منشفهوش طب دي مرأة منحنية بقالها 18 سنة في الإنحناء وفي الألم ممكنش تعرف تنام متعرفش تمشي متعرفش تمارس حياتها طيب يوم سبت نشفيها ولا لأ هنا السؤال قدام الإنسان أيهما خلق للآخر السبت للإنسان ولا الإنسان للسبت طبعا الصح إن السبت هو اللي يخدم الإنسان لغاية النهار ده يوجد ناس عابدي الحرف يعني عابدي الحرف يعني هو يتمسك بجمود جوه عقله وجوه أفكاره وما يقدرش يفهم الخير أو الرحمة أو العمل الحسن اللي ممكن يتعامل ويجي يقف عند الحاجات دهية ويقف إن يوم السبت رئيس المجمع قال بعدما المرأة المنحنية شوف المعجزة تمت في سطر يقول كده وضع عليه يدي عليها يدي ففي الحال استقامت ومجدت الله شكرت ربنا يقوم رئيس المجمع اللي هو كبير بتاع المكان يقول إيه يخطب الناس يقول لهم هي ستة أيام ينبغي فيها العمل ففي هذه ائتوا تعالوا واستشفوا وليس في يوم السبت شوف الفكر أحيان فكر الإنسان يبقى فكري جامد هروح بعيد ليه تعالوا نرجع للإبن الضال وأخوه الكبير طب أخويا رجع الحمد لله شكرك يا رب أخويا رجع ونفسيته تعبانة ده أنا أخده في حضني وطبطب عليه الأخ الكبير رفض يدخل البيت رفض يشارك في الفرح رفض إنه يفرح بعودة أخيه فيه فكر فكر جامد عشان كده من الحاجات اللي الإنسان مش بياخد باله منها إن الواحد إزاي يراجع فكره وإزاي يبقى ينصت للنصيحة أحيانا واحد ما يسمعش النصيحة افتكر إن فكره هو الحلو وهو الصح وللسبب ده الكنيسة بترتل طول فترة الصوم الكبير تقول طوبة للرحمة على المساكين طولة للرحمة يا بخت الإنسان اللي عنده رحمة في عقله في فكره في كلامه في قلبه في مشاعره في ناس للأسف مشاعرهم جفت وأفكارهم بقت صارت زي الحجر زي صاحبنا رئيس المجمع ده اللي قال إيه تيجو في أي يوم إلا يوم السبت طب أنزل للمشكلة اللي كانت موجودة للإنسانة المريضة لأ ربنا بقى يرد السيد المسيح يرد عليه ويقول له إيه خدوا بالكم من طريقة الرد أول حاجة قال له يا مرائي ألا يحل كل واحد منكم في السبت ثوره أو حماره من المزوى ده يمضي به ويسقيه الحيوانات دي غير عاقلة إن كان الطور أو الحمار مش بتفكه وتاخده لغاية المية يشرب ولا برضو هيعود يوم السبت ما يشربش طب ما هيموت طب اش معنى تطبق ده على الحيوان ولا تطبقه على الإنسان أحيانيا يا إخوتي الأحباء توجد في حياة الإنسان ازدواجية ازدواجية المعيير والإزدواجية ده هي حين تضيع الإنسان تخليه ما يفهمش أقول لكم بالضبط زي الأسبوع الجاي برضو إذا أراد ربنا وعيشنا هنتكلم عن المولود أعمى المولود ومعروف كل البلد وأنه تولد أعمى وعيش عمره أعمى وعيش على عطايا الناس وابتدى اليهود والفرسين يشككوا هو ده اللي أعمى هو ده اللي كان أعمى طب هاته نفس القصة بتتكر إن في ناس لا تريد أن تصدق الحقيقة أقول لك أحيني شبهة تشبيه اللطيف قوي يقول لك الإنسان يحط إيدي إيدي مش إيدي نحدة تاني على العني وإيلا هي فين الشمس واخني بالكم حط إيدي على العني وهو فين طب شين إيدي كنت تشوف الشمس في حاجز على عقله على فكره على مشاعره لا يرى الرحمة ولا يصنع رحمة ولا يعرف أن يقدم رحمة المسيح نظر للأتنين اللي أبو 38 سنة واللي بقى لها 18 سنة وابتدى إيش فيهم والشفاء كان بصورة جميلة قوي قم وأحمل سريرك وامشي والتاني التانية استقامت في الحال مجرد أن نوضع إيدي عليها لكن عايز أقول لك الرقمين دول 38 و18 رمز الإيه 38 رمز لسنين التي توهان لشعب بني إسرائيل قبل ما يدخلوا أرض كنعا رمز وكأنهم كانوا في حالة شلل تأهين في سناء مسجونين بسبب خطيتهم وعدم إيمانهم إلى أن صفح الرب عنهم ودخلوا أرض الموعد ده 38 18 هي أول حرفين في اسم يسوع أو اسم الله اللي هي اليوتا والإيتا اليوتا عشرة أنتم عارفين في اللغات القديمة دهية زي العبرية أو اليونانية يحطوا خط على الحرف يبقى رقم يعني ألفا فيتا غاما دلتا ألفا حرف حط عليها خط فوق تبقى رقم واحد بيتا يبقى رقم اتنين وهكذا يعني فأول حرفين في اسم يسوع اللي هم حرف اليوتا وحرف الإيتا حرف اليوتا رقم عشر وحرف الإيتا رقم تمانية علشان كده هي كان بقالها تمنتاشر سنة واللي جعلها في هذه الاستقامة والشفاء والصحة هو اسم المسيح أو الاسم المقدس إيه اللي هنطلع بيه يعني إيه اللغة الحب أقدم خدمة عايز أحط قدامك خمس مجالات مش مجالات خمس معاني لتقديم الخدمة إزاي أقدم خدمة وأعبر عن حبي نمرة واحد إنك لازم تحس بالآخر تشعر به يعني مثلا في البيت لما الزوج يشعر بتعب زوجته يوم يساعدها في أي عمل من الأعمال اللي هي بتقوم به من غير ما تطلب لما الإبنة أو الإبنة يساعد الأب أو الأم في حاجة من غير ما يطلب خدوا بالكم إن الخدمة هنا أو لغة الحب من غير طلب ودي نقطة جوهرية قوي يعني ما جاء أقول لك تعالى سعيدني ملاش معنى يعني خلالها تيجي تسعيدني وخلاص ما فيهاش الحب زي بالضبط إنها السعادة للس العربية بتاعتهم فقالوا لأي حد واقف شارت على زقويان هاي زقويان وخلاص وتخلص القصة لكن الحب هنا أو الخدمة هنا اللي هي بدافع الحب والإحساس والشعور ودي نقطة مهمة جدا إن أنا بشعر بيك أنا بحس باللي أنت بتعانيه أنا عارف احتياجك أنا عارف إن الحكاية دي لو قدمتها هتساعدك هتكون وياك لما راح للراجل المفلوغ قاله إيه أتريد أن تبرأ سؤال جميل قوي بقى له 38 سنة لأنه كان ممكن يكون الراجل دا استحلل قاعدة هو هتقول لي هو في حد يستحل المرض ما هو الراجل الراجل المفلوغ دا من الزمن الطويل وعايش على عطايا الناس خلاص بقى وبقى زي ما بنقول كده كأنه حالة ما يقوس منه والمرأة المنحنية دا يقول لنا الكتاب كانت منحية فلما رأاها يسوع دعاها هقول الله تعالي تعالي الشعور بالآخر وعايز ألفة نظر حضراتكم أن أحيان مشاعر الإنسان ومتأسف في التعبير اللي هقوله تتبلد متأسف في الكلمة كأنه ما بيحسش أيها الحبيب إذا أردت أن تقدم خدمة تعبيرا نحن حبك فأنت تقدمها بإحساسك دون أن يطلبها أحد خالص مرة من المرات بسأل بنت خدمة أنت لتحقتي بفصول الخدمة إزاي في كنستك أكلي أبدا كنستنا ما كانش فيها في وصل إعداد خدام قلت أنا أمال إزاي بقيت خدمة قلت لي هقولك أنا ونفتني إعدادي والدي توف فطبعا بنت صغيرة والبيت كله بقى في يعني اضطراب وألأ وتعب وبكاء حاجة زي كده فأنا لقيت الخدمة بتاعتي جات البيت وقالت لهم قالت لماما عايزة بس أخش قد أغير هدومي دخلت غيرت هدومها وراح أتقيل الماما ولكل الموجودين أنتوا استقبلوا الناس المعزين وأنا هاعد في المطبخ أعملكم القهوة أعمل أكل أي حاجة عادت وأنا ثلاث وانا بنت صغيرة كده عملا أشوف إيه اللي بتعمله الخدمة بتاعتي من يوميها قلت نعايز أبقى زي الخدمة دي قدمت الخدمة دون طلب قدمت الحب دون طلب يولنا في الكتاب في رسالة العبرانيين لتثبت المحبة الأخوية اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم والمزلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد الإحساس دي في عبرانيين تلاتتاشر واحد لتثبت المحبة الأخوية أول خطوة في تقديم الخدمة كلغة حب إنك تشعر بالآخر بأخوك بأختك بكبير بالصغير تشعر بابنك ببنتك تشعر بصديقك تشعر بالخادم اللي هو إياك إن كنت أب كاهن تشعر بالكاهن اللي هو إياك بيخدم تشعر تحس نمرة واحد نمرة اتنين إنك تقدم الخدمة ولسان حالك بيقول أنا أرعاك وأحتويك بكل ضعفاتك يعني أنا عايز أقدم لك الخدمة حتى لو كان عندك أي شكل من أشكال الضعف أحياني الإنسان يتجبر لك فلان ده ما يستهلش الكلمة الصعبة دي في حين إنك لو قدمت محبتك في صورة خدمة كأنك تضع جمر نار على رأسه الرسالة ده هي رسالة مهمة لأن المسيح بص للرجل المخلع وبص للمرأة المنحنية وأدم لهم الخدمة وفي بداية الخدمة بداية خدمة ربنا يسوع المسيح قال كده روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأعصب منكسري القلوب منكسري القلب لأنادي للمسبيين بالعطق وللمأصورين بالإطلاق دي جت نبوة في صفر أشعياء وبنقراها لما المسيح تخل المجمع ودائما نقرأ النص ده في بداية السنة الإبطاء بتقدم الخدمة زي بتقدمها بنظرة الراعي الحنين واللي بتقدمها خدمة جفة هل الخدمة اللي بتقدمها دي فيها محبة فيها رعاية فيها احتواء أفكرك بوقت الابن الضالة ما رجع طبعا رجع متبهدل لكن جوف أبو يخضه في حضنه يخضه في حضنه برغم ما ممكن كانت رائحة ووحشة لبسه مقطع صحته ضيع شعره مش مستوي كويس لكن خضه في حضنه الاحتواء احتواء الضعف الخطوة التانية وانت بتقدم الخدمة يكون في داخلك انك تستطيع ان تحتوي الضعف ضعف الانسان سواء ضعف مرضي ضعف نفسي ضعف روحي كيف ما يكون ضعف الانسان اللي قدامك نمرة ثلاثة انك تقدم الخدمة بدون حساب انت مش بتقدم الخدمة عشان ترجع لك خدمة او بتقدم الخدمة دي علشان تبقى مشهور او انك بتعمل العمل ده علشان يتقال عليك انك بطل لا 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 الخدمة كلغة حب تقدم وبدون حساب بدون حدود خالص لما زار بركة حسدة والرجل المفلوج او الوحيد قاعد فيها وليس ليه انسان المسيح لما شفاه خد بالك شفاه جسديا ونفسيا وروحيا يا رجل كما تروح البركة لما قم واحمل سريرك كلمة قم فيها قوتها خلت الراجل اللي ما تروح اللي ما بيعرفش يوقف وقف على حيله ولم فرشته وحطها تحت باطو وخط بعضه مشا هنا بتقدم الخدمة بدون حساب بتقدمها الى كمالها مش حاجة مظهرية برضو هذه المرأة اللي اللي تعبت وكانت منحنية وطبعا تصوروا كده واحدة رايحة في وسطنا وجاية ويتقال عليها هذه الشيطان ربطها حدش يقرب لها حدش يكلمها كانت إنسانة منبوزة يعني مش مريضة جسديا بس او مريضة روحيا بس ده كمان نفسيا طب وبعدين لما المسيح شفاها شفاها ايضا جسديا ونفسيا وروحيا وانا عايزكم تتخيل ويايا المرأة اللي عاشت 18 سنة في الحالة المرضية ده هي لما بقت في استقامتها ومجدت الله عايزك كده تتخيل لما رجعت بيتها دي لما الناس بركلها لما شافت الحياة بمنظار جديد المسيح قدم لها خدمة بلا حساب جسديا ونفسيا وروحيا دون ان تطلب دون ان تطلب عشان كده لما تيجي تقدم محبتك او خدمتك قدمها بلا حساب قدمها بحسب كرمك بحسب غناك في الوقت في المجهود في العمل في الشيء اللي بتقدمه حتى في المال لان كل شيء انت بتقدمه من اجل المحبة الخالصة وزي ما تعلمنا في اول الصنف الخفاء الله يكازيك على نين وتقابل واحد يقول لي ايه يقول لي انا ربنا مبارك في حياتي ما عرفش الخير ربنا ده جاي ازاي يقول كده خالص ولو دقات في حياته هتلاقي حياته فيها حاجات كتيرة خالص بيعملها في الخفاء لا يعلم بها احد خالص نهائية قدم خدمتك بلا حساب اسمع الاية ده هيت في رسالة افاسوس يقول وتعرفه محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئ الى كل ملء الله والقادر ان يفعل فوق كل شيء اكثر جدا مما نطلب او نفتكر قدم خدمتك ومن هنا جت افكار الجمعات الخيرية يعني انسان عايز يعمل خير طب يلا نجمع مجموعة يلا بينا نعمل خير والخير ده نعمله باشكال كتيرة وبصور كتيرة خالص دون ان ننتظر مقابل يقول لك مثلا في جمعيات في العالم يقول لك اطباء بلا حدود ايه اطباء بلا حدود اطباء بيخدموا مش بيدوروا على مكسب ومش بيخدموا في حدود دولة معينة في كل العالم طب انت تعرف المريض ده او الجريح ده لك لا معرفوش والجمعات دي الاف من الجمعات بهذه الصورة الصورة جميل يقدم بلا حساب دي لغة حب زي مثلا جمعيات الصليب الاحمر او جمعيات الهلال الاحمر ما هي كده بتقدم الخدمة دون امتظار عائد او مقابل الحجر الربعة وانت بتقدم خدمتك انت بتقدمها حتى لو لقيت ناس بتعندني في الخدمة ناس زي الجماعة دول اللي اعترضوا ان المسيحيش يوم سبت المعاندين دول هتخدم هتلاقي ناس تطلع عليك كلام وتقول عليك كلام وتعمل الكلام زي مثلا من الحاجات الكتيرة اللي احيان نسمحها يقول لك الكنيسة ده هي عمالة تعمل رخام وعمالة تعمل سلالم ايه واشكال ايه وسايبين الفقر مين قال لك انهم سايب الفقر مرة 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 تعمل مرة مرة تعمل ايه الوخال لان الكنيسة دي بيزفوت عليها اجانب كتير وشعبها وعايزانها تبقى علامة يعني لاند مارك في المكان طب وخدمة اخوة الرب اتطلعت على الخدمة لقيت خدمات كتيرة مبروكة في المكان ده طب واللي عمل للرخام ان واحد جيت تبرع وعمله ما تحكمش حسب الظاهر من فضلك اخدم حتى لو وجدت الاخرين بيعندوك بيتكلموا بيتهموك ودايما يقولوا المسأل اللطيف القديم جدا النخلة الكبيرة دي طلع البلح ترميها بطوبة تجيب لك بلح اظن عمرك مش شفت رميناها بطوبة جبت لنا طوبة لا ارميها بالطوبة تجيب البلح تستمر في الخدمة تستمر في العطاء عمرك سمعت ان تيجي نخلة تقول طب انا السنة الجاية مش هطلع عبلح ما حصلش اخدم حتى لو تألمت في الخدمة اخدم حتى لو وجدت دقيقات قدم محبتك من خلال الخدمة لانك بتقدمها بدافع الحب المسيح كلف نفسه وراح البرك ويوم سبت ويشفي العيان المريض ده ويبقى معجزا ينحكي بيها طول الاجيال ويفضل المعاندين يقولوا ويوم السبت وازاي يتم شفاء يوم السبت وميل لشفاء ويعملوا من الحكاية بص للرحمة بص للخير بص للخدمة اللي تمت يعني اختصار النقطة دي ان الخدمة تحتمل اي قلم خدمة الخدمة كلغة حب تتحمل اي قلم احيان يبقى الابن او الابنة يطلع شارت كده شوية واحيان يقول لفظ يجرح ابوه او امه باي صورة يوم نلاقي الاب والام يردوا عليه ويقولوا له ايه ربنا يبرك لك يا ابني ربنا يحفظك في طريقك يدعوه ودعوات حلو برغم الالم اللي بيبقى جوه الانسان قدم خدمتك وتحمل الالم كل ده من اجل المسيح هكذا احب الله العالم المحبة حتى بازل ابنه الوحيد البازل ده اللي هو الصليب بكل الاماته بكل الاحداث بتاعته فقدم خدمتك واعلن عن حبك حتى لو كان فيه الام وتعب اخر حاجة في صفات تقديم الخدمة كلغة حب اخدم الاخرين بحب كما احببتك دايما تذكر محبة المسيح ليك المسيح بيحبك قد ايه يا ما تتوصفش المسيح بيحبك قد ايه طب بيحبك انت صغير ولا انت كبير ولا في الظروف ده هيت او الظروف ده هيت طب اعمال المسيح الحلو وياك قد ايه ده انت كل يوم بتصلي وبتقول اشكرك رب لانك سطرتنا وعمتنا وحفظتنا وقبلتنا لك واشفقت علينا وعدتنا واتيت بنا الى هذه الساعة ده النعم ده هي ده انت تقدر تحصر النعم اللي ربنا بيقدمها لك كل يوم الهوى ده مش نعمة المية دي مش نعمة النور مش نعمة الطبيعة مش نعمة وهكذا اخدم الاخرين بحب كما احببتك اسمع الاية الجميلة دي في يوم خميس العهد ودين الربنا لاني اعطيتكم مثالا حتى كما صنعت انا بكم تصنعون انتم ايضا التلاميذ غسل المسيح غسل رجلين التلاميذ تعبير عن سورة الاتضاع والخدمة وملء الحب اعمل كده بالزبط وفي اية تانية يقول بولوس الرسول فانكم تذكرون ايها الاخوة تعبنا تعبنا وكدنا اسكننا نكرر لكم نكرز لكم بانجيل الله ونحن عاملون ليلا ونهارا كي لا نسقل على احد منكم يعني يعني بالرغم كل الضيقات اللي تعرضنا ليها انا استمر في خدمتي واستمر في العمل ده وبنقدم الخدمة بالمحبة الكاملة تأمل الخدمة من القصص اللطيفة ضروري تكونوا سمعتوها قصص الاطفال ان كان فيه جزار بيخدم اخوة الرب بيقدم له كل يوم خميس يقدم لهم عطايا من اللحم وكان جنبه خياط والخياط ده ما بيعملش حاجة يا اخوة الرب فكان دايما الناس ينتقدونه وما تعمل زي الجزار بيخدمنا كل يوم خميس بيقدم لنا واجبة انت ليه ما يردش عليهم في يوم مات الخياط راحوا الناس يوم الخميس للجزار عشان يأخذوا خلاص خلاص ايه خلاص اتالي اللي كان بيدفع تمن الحاجة هو الخياط كان بيعمل العمل ولا يتكلم فيه اعمل عملك وقدم محبتك في صورة قوية والعالم النهاردة جائع جدا الى الحب جائع جائع لعمال الحب بصفة عامة قدمها وقدم فيها حبك اعلن عن حبك من خلال الخدمة دي من خلال العمل ده وحط قدامك المسالين بتوع المعجزتين دول سواء معجزة الرجل الوحيد المخلع او سواء معجزة المرأة المنحنية والمربوطة بالشيطان وكل السنين الطويلة ده والمسيح يتقدم اليهم ويخدمهم دون ان يدعوه وكانت النتيجة ان احنا كسبنا انسان صحيح الانسان المريض ده بعد ما تم شفاءه زمانه كل يوم بيتكلم وبيختم اخرين والمرأة ده بعد ما استقامت زمانها بتتكلم عن عمل ربنا الاعجازي وياها وبتخدم اخرين انت تذكر عمل ربنا تذكر محبة ربنا ومن خلال المحبة ده هي تقدم خدمة والخدمة دي لغة 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 حب قوية جدا انك تخدم بها الاخرين يعطينا مسحنا ايها الاحباء ان تكون هذه اللغة واضحة في حياتنا مع اللغات اللي اتكلمنا عليها قبل كده الهدايا ولمسات الرقيقة واقامة الحوار والنهاردة تقديم الخدمة وبنعمة المسيح الاسبوع الجاي هنتكلم عن اللغة الاخيرة اللي هي تقديم الوقت لالهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الابد امين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة